ترجمة نانسي قنقر في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعمال التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي الثلاثة الذي يعد الثالث من نوعه حيث نفذ التمرين الأول في عام 2016 بمملكة البحرين في إطار العمل على تعزيز التعاون المشترك والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة تمرين أمن الخليج العربي انطلق في مملكة البحرين في النسخة الأولى تلاه النسخة الثانية في إمارات العربية المتحدة الشقيقة والآن نحن في النسخة الثالثة في مملكة العربية السعودية تمرين طبعا يحاكي المهددات التي تتعرض لها دول الخليج العربي جميع القوات التي المشاركة في التمرين قوات أمنية بدربة تدريب عالي جدا انطلقنا حقيقة وبدأنا في توحيد المفاهيم بين الفرق الأمنية وكذلك التجهيزات لمواجهة الحالات الطارئة لا قدر الله في دول المجلس وجود الفريق الإعلامي في منطقة التمرين التعب والمشترك هو نجاح وإضافة للهدف السامي لهذا التمرين ومن خلال الدروس المستفادة لكل تمرين نحاول أن نعالجها ونتطرق إلى بعض الإيجابيات وبعض السلبيات ونعزز ما كان منها إيجابيا ونعالج ما كان منها يحتاج إلى معالجة ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية من الإعداد والتنسيق والتدريب الحقيقة لهذه الوحدات يدل على أولا المعارف والمهارات والخبرات لدى هذه الوحدات المشاركة الشيء الآخر الحقيقة أثبت أن هناك في تنسيق وفي تعاون ما بين هذه الوحدات وقادرة على أنها تتحرك في أي وقت نحن نعيش في عالم متغير هذا العالم يتطلب سرعة في التحرك للتعامل مع أي من الأحداث الأمنية ندعو الله عز وجل إن شاء الله أن يوفق جميع الوحدات الأمنية المشاركة في هذا التمرين ويشارك في التمرين المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي قوات أمنية مجهزة بكامل عناصرها البشرية ومعداتها وألياتها المتخصصة من جميع دول مجلس التعاون تشارك القوى الكويتية في تمرين أمن الخليج الثلاثة امتدادا لمشاركتها في أمن الخليج واحد في مملكة البحرين وأمن الخليج اثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتنا هذه الثالثة في ظل جائحة كورونا لميز هذه المشاركة تنوع القوى الكويتية في هذا التمرين حيث تشاركت عدة قطاعات من وزارة الداخلية الكويتية في هذا التمرين أمن الخليج الثلاثة تشارك رؤاسة من الدولة بعدة قطاعات قوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن هذه القوات التي تمتلك خبرات عملياتية وأمنية متراكمة وذات تدريب احترافي عالي نشارك أشقاءنا في الخليج بهذا التمرين لتوحيد المفاهيم الأمنية والعملياتية نشارك وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالتمرين التعب والمشترك عمن الخليج ثلاثة حيث يهدف لرفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك المواجهة كافة عن نوع التهديدات والمخاطر والقدرة على التعامل مع الأزمات في روح الفريق الواحد جميع القوات والله الحمد التي أتت إلى المملكة العربية السعودية على التمع الجهزية والاستعداد وبدأنا في تطبيق الفرضيات وهناك تناغم وتجانس بين جميع القوات المشتركة هذا التمرين سوف يعزز من أواصر التعاون بين أبناء دول مجلس التعاون وسوف يساهم في تبادل أيضا المعلومات والخبرات ومن الإيجابيات في هذا التمرين وجود مركز إعلامي متكامل يضم أحدث الأجهزة والتقنيات وكوادر علامية من مختلف الدول المشاركة أيضا هناك مستشفى ميداني يضم كوادر من مختلف أيضا الدول المشاركة وهذا بحد ذاته سوف يسم في الارتقاء بآداء هذه الكوادر والتبادل المعلومات والخبرات وتعمل الفرق على مستويات متعددة من التدريب وفق سيناريوهات التمرين في إطار منظومة من العمل التكاملي المشترك بروح الفريق الواحد للإسهام في تحقيق أهداف التمرين ترجمة نانسي قنقر